سور الصين العظيم هو من أعظم المعجزات الهندسية والمعالم التاريخية في العالم يعتبر سور الصين العظيم من أهم رموز الصين وأيقونتها الوطنية وهو يمثل إرثا ثقافيا وتاريخيا فريدا يشد الزائرين من جميع أنحاء العالم تاريخ بناء سور الصين العظيم يعود للعصور القديمة حيث بدأ بناؤه في القرن الثالث قبل الميلاد واستمر على مر العصور حتى القرن السابع عشر تم بناء السور كوسيلة للدفاع والحماية ضد الاعتداءات الخارجية والغزوات وكان يهدف أيضا لتوحيد الصين وتأكيد سيادتها على الأراضي المحيطة يمتد سور الصين العظيم على طول الحدود الشمالية للصين ويمتد لأكثر من عشرون ألف كيلو متر ممتدا عبر المناظر الطبيعية الجبلية والسهول والوديان تم بناء السور من الحجارة والطين والطوبي واستخدمت تقنيات هندسية متقدمة لتحقيق الاستقرار والقوة يتميز سور الصين العظيم بتصميمه المتنوع والمذهش يتألف السور من جدران متتالية مع براجات مراقبة وأبراج دفاعية في فترات محددة تم تصميم الأبراج بشكل استراتيجي ليتمكن الجنود من رصد الأعداء وتنفيذ الهجمات الدفاعية عند الضرورة تعد براجات السور أيضا منصات مرتفعة للاستمتاع بإطلالات رائعة على المناظر الطبيعية المحيطة يشتهر سور الصين العظيم بمناظره الخلابة وجماله الطبيعي يعبر السور عبر جبال تيانشن وجبال يلوي وغيرها من المناظر الطبيعية الخلابة مما يجعله واحدا من أهم المواقع السياحية في العالم يمكن للزوار المشي على طول السوري واستكشاف أجزائه المختلفة وتجربة جمال الطبيعة وتريف الصين في آن واحد ترجمة نانسي قنقر